السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم هذه الطريقة التي سنقول عليها شاشة العظام آية من آيات القرآن فهي من المجربات وهي ليس فقط فيه شاشة العظام هي تحيي أي شيء أي شيء في الجسد يحيى بإذن الله ولكن هي عليها شاشة العظام لديها مفعول بسرعة أواخر صورة ياسين أواخر صورة ياسين قال من يحيى لديها شاشة العظام قل يحيى الذي خلق أول مرة هذه الآية معجزة تحيي كل شيء في الجسد قوة عظم الإنسان عظم الإنسان يقوى يعني من الذي هشاشة في العظام يعني من أراد أن يفعلها لأبنائه أو إليه فممكن أن تقرأ لك أس من الماء وتطيع لابنك أن يشربها وممكن أن تقرأ هذه الآية 21 مرة على كأس من الماء وتشربه هذه لتقوية هشاشة العظام من المجربات فهي أواخر صورة ياسين هي تشفي كل داء هذه الآية تشفي كل داء كل داء فقط نحن نركز لأننا مذكور في العظام قال من يحيى العظامه يرى مين قل يحيى الذي خلق أول مصر وكل شيء عليم هذه الآية تقرأ 21 مرة على كأس الماء وتشربه وإذا كان يدي ابنك فقرأ سبع مرات وعطي يدي ابنك يشرب ماءه فهي تقوي العظام بإذن الله هذا كل شيء واتمنكم الخير وإلى اللقاء والسلام